اشتركوا في القناة بإذن الله كل المؤشرات بتقول ده في ضوء الاتفاقيات في ضوء التعاملات الدولية المحترمة العربية مع المصر وأيضا كل التعاملات الأجنبية الأخرى مع مصر كله بيساند الدول المصري المهم في كافة النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية بنشوف بوابة الاستثمارات إن شاء الله مفتوحة على مصرعيها تطوير تحديث مشروعات في كل المجالات أيضا تحركات بنسبة للسادة الوزراء شفنا السيدة المحترمة الدكتورة الدورية شرف الدين وزيرة الإعلام في حلايب شفنا وزير الداخلية هناك في محافظة المنافية شفنا رئاسة مجلس الوزراء وشفنا رئيس مجلس الوزراء موجود هناك في المحلة كل يوم والتاني هناك مجموعة عمل في كل المحافظات مصر بنبارك كل هذه الجهود وفي ضوء الحكومة الجديدة وفي ضوء المستقبليات وفي ضوء المشروعات المنتظرين نشوفها والإنجازات نفرح بها خلال المستقبل إن شاء الله يساعدنا أن نكون معنا نهاردة لأستاذ الدكتور علاء رزق الخبيل والستراتيجي علشان نشوف رؤية الحكومة الجديدة والخطط المستقبلية في ضوء أن نحن عايزين ننهب ببلدنا وعايزين الإزدهار والرخاء والاستقرار يعوم كل البلد وكل مصر إن شاء الله ينعم بقيمته وقامته المصرية نروح للأستاذ الدكتور علاء رزق صباح الفل مع الخير يا سبت الله إزاي حضرتك الحمد لله كل تمام بنتكلم عن الحكومة الجديدة والأمال اللي نعلق عليها طبعا أمال كتيرة جدا إن شاء الله من شأن تحقيها أنها ترتقي بمصر خلال المرحلة المقبلة وشايفين جهد ملحوظ لكل السادة الوزراء في كل المحافظات شايفين وزارة الدولة للتنمية الإدارية والمحلية واسيادة اللواء عادل لبيب جهود نشاط كل ده ملموس مش مجالد كلامة احنا بنقوله لا احنا لمسينه وحسينه وبرضه مش في ضوء التحيات اللي كل يوم الصحافة بتكتبها مع احترام الكامل للصحافة المصرية فهي العيون اللي من خلالها بنشوف ايه اللي بيحصل بالزبط لكن عايزين نعرف من حضرتك برضو في ضوء الخبرات الاستراتيجية الحكومة المصرية الى اين طبعا في مجال الطرق لا طبعا ممكن احنا يعني حطين امال الحقيقة ممكن امال ان شاء الله تكون في صالح المجتمع المصري ان الحكومة الحالية الحقيقة تقدر ان هي تزيل بعض الهموم الخاصة بالمجتمع المصري وانا ما بكلم على هموم ما بكلمش على مشاكل اقتصادية يعني قبل ما ادخل احل مشاكل اقتصادية لابد ان انا ازيل بعض الهموم على او عن عاطق المجتمع المصري ممكن اقولها هذه الهموم هي مشكلة الغزاء طبعا في ظل طبعا احمد بيه وقت الوجود فجوة في الغزاء احنا بنستورد ما لا قل عن 65% من الغزاءنا من خارج وده ناتج عن الحصار الاراضي الزراعية مصر الاولى في العالم في التصحر كل ساعة بنفقد 4.8 فدان من الاراضي المنزرعة فده مشكلة كبيرة جدا لابد ان الحكومة تواجهها بكل الطرق سواء قانونية او هيبة الدولة تكون هي المتصادرة المشهد المشكلة التانية مشكلة الاسكان وده برضو مشكلة كبيرة جدا لان طبعا عندنا الوقت مشكلة كبيرة جدا وممكن ده مزمنة كمان في الاسكان فلابد ان الحكومة تبحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة هذه الازمة المزمنة الحقيقة بدون مواطعة الكلام حضرتك برضو في الايام القليلة الماضية كان هناك اتفاقيات بين دولة الامارات الشقيقة دولة المحترمة والحكومة المصرية ورئاسة مجلس الوزراء وهي الخاصة ببناء مليون وحدة سكنية بالتنصيق مع القوات المسلحة المؤسسة العسكرية المحترمة اللي شاي لمصر خلال المرحلة اللي فاتت والمراحل اللي جاية ان شاء الله بنقول في ضوء المليون وحدة سكنية اللي حتبنى وحتنشأ انا عايز اتكلم عن شبكة الطرق واتكلم عن الرؤية والمدن اللي حتبنى واللي حتنشأ وحتخرج جديد حتنشأ فيه ويطرح يكون لها تأثير وهل فعلا هيبقى فيه نوع من انواع التخطيط بحيث ان احنا عملية التفريغ بالنسبة للناس تتحرك للصحراء الشرقية والصحراء الغربية زي ما هنتكلم مع حضرتك بحيث ان احنا مشكلتنا في اقليم القاهرة الكبرى ومشكلة الزحام وتكدسات السيارات والمركبات بكافة انواحها على اقليم القاهرة الكبرى اللي بيستحوز على 80-85-90% من مشاكل وهموم مصر المرورية موجودة في اقليم القاهرة الكبرى بنتكلم عن ده بنتكلم هل فعلا هيبقى فيه البناء بالنسبة لهذه الوحدات هيكون فين بالزبط وهل فعلا هيساعد على خلخلة الخلخلة السكانية بحيث يبقى فيه نسبة وتناسب ما بين اللي بيستخدم الطريق ومساحة الطريق نفسه عن السؤال جاي جدا وسؤال متشعب كمان وبحتاج ده حلقات حلقات كمان اكتر من كده لكن حقيقة ممكن انا هبدأ الحقيقة اقول ان قوات المسلحة الحقيقة بنتشرف ان الجيش المصري جيش رقم 13 على مستوى العالم ونرجو ان هو يكون من ضمن العشرة الاوائل على مستوى العالم نقطة تانية المؤسسة العسكرية جزء من الدولة وبالتالي اذا كان هناك تضافر واحساس من مؤسسة الدولة بهموم وقضايا الشعب والمجتمع فده معناه ان احنا فعلا بنقول ان الدولة ما زالت قادرة على تجاوز الازمة والمرحلة الحالية ما يصيره البعض من تدخل قوات المسلحة مثلا في انشاء وبناء مليون وحدة سكانية خاصة ان هي المؤسسة الوحيدة الباقية الوقتي بقوة على ارض الواقع الدولة المصرية بدون هذه المؤسسة سوف تكون مصر دولة فاشلة وعلى البعض الذي يسير الازمات ان هو يراجع نفسه لان ده ضد الامن القومي ما يحدث الامن من بعض في تشكيك في قدرة قوات المسلحة على العمل بجدية والالتزام بهذا الحقيقة ضد الامن القومي المصري والبعض طبعا ممكن كنا عارفين اللي بيراهنا على قطع ايده وقطع رجله وبتاعه وكلام ده اتمنى اللي احنا نبطل سوف الاحباط ده لابد ان ندي امل للشعب المصري في قدرة قواتنا المسلحة على الالتزام ده نقطة النقطة التانية القوات المسلحة الحقيقة عندما تعهد بهذا المشروع الى شركة مثلا شركة اماراتية نعارفين الشركة الاماراتية اللي هي قرابتك الحقيقة شركة لها مشاريع على مستوى العالم ومشاريع نكحة جدا وهي الحقيقة لما تتعاون مع الجانب المصري تدرك قد ايه ان هناك مشكلة حقيقية وبتحاول ان هي تساعد من هذا النقطة التالتة المهمة جدا وهي اللي اتكلمت عليها ان احنا عندنا فجوة غزاء الحقيقة فجوة الغزاء نتجة من الحصار اراضي الزراعية عشان كده بنقول ان اي بناء للمليون وحدة ساكرية هم مشروع ضخم جدا الحقيقة هذا المشروع بيحتاج الى 180 مليون متر مربع مئة مأسف 160 مليون متر مربع فده مساحة كبيرة جدا هنا تم الاختراح 13 موقع والحقيقة ممكن غالبية المواقع بيطاقع على المنطقة اللي هي وجه ابلي بداية من بين سويف والمينيا أسيوت سوهاج الجديدة طيبة في لقصر لغاية أسوان لا أسوان لا مش دخلة فيها لغاية لغاية لقصر فالحقيقة هنا بقى لابد ان احنا يكون عندنا بقى الرؤية اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة احنا مش جايين نتكلم كده وخلاص احنا جايين نقول للحكومة الحالية بقيادة المهندس محلب الحقيقة اذا فعلا كنت جادة فعلا في تبني هذا المشروع ووضع فعلا رؤي يالي الأجيال القادمة لابد ان احنا نتجه للمساحة الموجودة بين نهر النيل والبحر الأحمر اللي هي منطقة الصحراء الشرقية خاصات الأحمد بيه ان الصحراء الشرقية بتستحوز فعلا على 22% من مساحة مصر يعني 25 مليون فدان لا أكتر ممكن تكون أكتر من كده شوية يعني ممكن تكون تصل إلى أكتر من 40 مليون فدان احنا عايشين على 7.5 مليون فدان بس يعني 25 من 10 من مساحة مصر يبقى هنا بقى التواجدات المشروع التاريخي ده المشروع القومي اللي احنا نقدر نقول ان احنا بنعمل 3 مصر وال25 مليون فدان دول موجودين موجودين مثلا في صحراء الشرقية اللي هي المسافة من النيل للبحر الأحمر الموجودة بين النيل ممكن لو برضو خريطة بعد ذنوك لو كانت إمكانية نجيب الخريطة من نهر النيل إلى شاطئ البحر الأحمر فدي المنطقة دي كلها ممكن لو مش عارف الخريطة يبقى أسهل حتى للسادة المشاهدين وما تابعوها تمام لما نشوف الخريطة هلأ من نهر النيل إلى البحر الأحمر الحقيقة بنجد ان عندنا مشكلة كبيرة جدا ومشكلة وميزة في نفس الوقت مشكلة ايه ان كل السكان متكدسين على شريط الحدود لنهر النيل ده نقطة النقطة التانية كمان ان احنا عندنا ميزة كويسة جدا ان اغلب محافظاتنا والمدن موجودة على حوض النيل بالكامل يعني على مجرى نهر النيل بالكامل وبالتالي احنا عايشين على خمسة واثنين من عشرة فقط من مساحة من مساحة مصر وبالتالي هنا بقى اللي احنا نقصده ايه ان تبدأ نخلق المدن ونبني المدن في المساحة بين نهر النيل والبحر الأحمر ويا حبازة كمان لو كان هناك تصور اكتر من كده كل محافظة من المحافظات الموجودة على نهر النيل يكون لها منفذ على البحر الأحمر لا عشان نقطة مهمة جدا كل محافظة من المحافظات الموجودة على نهر النيل يعني مثلا محافظة هنا يكون لها منفذ على البحر الأحمر ميناء على البحر الأحمر محافظة لقصر يكون لها منفذ على البحر الأحمر محافظة صهاج يكون لها منفذ أسيوت بني سويف المينيا كل هذه المحافظات يكون لها منفذ على البحر الأحمر يبقى احنا كده خلقنا ظاهير صحراوي على مدار خمسة إلى عشر سنوات سوف تصبح هذه المنطقة بالكامل منطقة زراعات طبعا هناك بعض المعوقات أهمية الميناء هنا في إيه؟ هنا بقى بيعمل عملية تنافس درقم واحد وبيعمل عملية بعد للسكان أن امتداد حدودهم هيبقى للبحر الأحمر وبالتالي المنطقة دي كلها المرتكزة بين نهر النيل والبحر الأحمر هيتم تعميرها بدل ما هي صحراء بالكامل اللي هي 25 مليون فدان حوالي 45 مليون فدان 45 مليون فدان اللي هي 22% من الصحر يعني 45 مليون فدان غير مستغلة وقاعدين على 7 مليون ونصف فدان بالضبط في مشاكل فيه جبال فيه وديان فيه بتاعه لكن أغلب هذه المناطق من الممكن انزرعاتها خاصة لو أنت حضلك برضو أحمد بي ممكن في الطرق اللي هو طريق الجيش اللي هو بتاع الكريمات الحقيقة يعني طريق قوات المسلحة نفذته ومن أفضل الطرق الموجودة في جنوية مصر العربية الآن طريق رحق وربط وهنا بنقول ونقول أن قوات المسلحة فعلا لها أعمال جليلة جدا وأعمال من شأنها أنها تزاعد تساعد على أعمالية التنمية الحقيقية في مصر وزاعد معدلات النمو الاقتصادي أنا ليس بدفع قوات المسلحة ولكن نحن الأرض الواقع ممكن شايفين ولمسين ودي مؤسسة قوية وبيبقى فيه استراتيجيات عند داخل المؤسسة العسكري لما حدك شوف الطريق ده هتلاقى على جانبية الطريق وأتمنى أن البعض يرح يشوف خاصات المسئولين على جانبية الطريق الأرض بنية ليست صفراء ليست رمال صفراء يعني في أغلب وأرض مستوية ومن الممكن أنها يتم زرعها ومن الممكن أن يتم استصحة بأبسط الطرق جدا تمام فهنا محتاجيني الإرادة الحقيقية مساحة دي يعني مساحة المرادة زراعتها بتخش في الخمسة واربعين بالليون في الداخل ضمن الصحراء الشرقية فنبدأ خطوة خطوة نبدأ كله النهاردة طريق الألف ميل بيبدأ بخطوة طريق حتى دول متقدمة الآن وكانت أقل مننا في التنمية مثل الصين سبقنا الصين في فترة من فترات وسبقنا الهند في فترة من فترات الوقت الهند والصين من أكبر من أكبر اقتصاديات على مستوى العالم نتيجة أنهم على فكرة اهتموا بموضوع النقل والطرق على فكرة لما نشوف الصين طريق النهضة اسمه طريق النهضة في الهند اسمه طريق الملح دي ناتج على اهتمامهم الكبير جدا أن يكون مشروع قامل هذا المشروع بدأ بالطرق والنقل والمواصلات الهند النهاردة رابع دولة على مستوى العالم في السكة الحديد في مستوى والعظم السكة الحديد الحقيقة نحن نتالي دولة على مستوى العالم لكن أسف بعيد جدا عن إدراكنا أن الطرق والنقل والانتقال هي الوسيلة الحقيقية لتحقيق التلمية الحقيقية المنشود. عشان كده لابد أن ننتقل بسرعة جدا. أن نحن نبدأ أن نخطط. خاصة أن نحمد بها عندنا الحمد لله إمكانيات هائلة جدا. عندنا مساحات غير مأهولة بالسكان. عندنا مساحات شرفع. هيا فعلا مشكلتنا بيتكموا في المساحة الصغيرة. اللي نحن قاعدين نايمين وكليشة. وبتتتقلص. المشكلة كمان أنها بتتقلص. نحن نزيد كل سنة مليون وثمانمائة ألف. معدل سكان 2.6 من 10. فده أمر كارثي. في ظل هذا التراجع الشديد جدا في الأراضي الزراعية. اللي نحن بالقول الأولى في العالم في التصحر. مصر الأولى في العالم في التصحر. ناتج برضو من زيادة فجوة الغذاء. واعتمادنا على الخارج في غذائنا. كل ده أدى إلى هموم مصرية حقيقية. عشان كده بقول. عشان برضو نرجع من الأول بقى خالص كده. الحكومة المصرية مطالبة الآن بإزالة هذه الهموم المصرية حتى تستطيع تحقيق تنمية حقيقية على الأرض الواقع. طبع شاب يتكلموني دلوقتي يقولي فاضينا لنا 3 دقائق. عايزين نتكلم عن الطريق البري الرابط بين مصر والسودان. ده أنا عطاقة نسياتك أكثر من مرة قلت أن الطريق ده يعني ممكن نفتتح النهاردة. لماذا لم يفتتح حتى الآن. أيضا الجسر البري بين مصر والسعودية. مشاهدين احنا بدتكلم دلوقتي بأبعاد. يعني بنخرج بمشكلة المرور بأبعاد أخرى علشان خاطر مشكلة أقليم القاهرة الكبرى ومشاكل المرور بتتركز في عملية التوزيع السكاني في عملية إعداد السكان. في عملية المساحة المخصصة لنا للتحرك. أصبحت ما تناسبناش خالص. مشاكل المرور مشاكل معقدة عشان كده. لابد من خطط طويلة الآجل وخطط قصيرة الآجل أنا بفاهم برضو. أستاذ الدكتور علاء رئيزي بفاهم عزيزي المشاهد عشان يبقى برضو عايش معنا وعايش معنا في الصورة. فإحنا نقول أن المشكلة المرورية لها أبعاد. فهناك كان فيه جسر بري. كان مزمع مشاء بين مصر والسعودية. جزيرة تابوك في السعودية وشرم الشيخ في مصر. إلى أين؟ الحاجة من ضمن الموضعات التي أنا مؤمن بها شخصية أحمد بيه. أن عملية الطرق والانتقال لابد أنها تكون موصرة. والدول المتحضرة هي التي تسعى إلى إحداث طرق غير تقليدية. من الممكن أنها تزيد من صدرتها. عشان كده أكثر من سنتين الحقيقة كان تربطني صداقة بالسافير السوداني. اللي أصبح وزير الشؤون الخارجية الآن. الحقيقة كان هناك مؤتمر. وحقيقة تم دعوتي. وأصررت أن أنا فعلا قابل المشير البشير. اللي هو رئيس السودان. حقيقة. وممكن حتى في لقائي. ممكن راح بالصورة والدية. لكن أنا عرضت عليه موضوع الطريق البري. والحقيقة شفت أن الطريق البري كان منتهي تماما. كان على وشك الافتتاح. هذا الطريق لم يتم افتاحه إلى الآن. على الرغم أن افتتاح هذا الطريق سوف يؤدي إلى أحداث تنمية حقيقية تجارية واقتصادية بين مصر. وليس السودان بس. ولكن كل الدول الأفريقية بما فيها حوض النيل. عندنا مشكلة مزمنة الآن. وعندنا مشكلة كبيرة جدا. بل قد تصل إلى الكرسى سد النهضة. هذا السد من الممكن أن نحن بحلول غير تقليدية خالص. من الممكن أن نتجه إلى محاولة احتضان كل الدول الحوض مرة أخرى عن طريق الطرق البرية. خاصة أن هذا الطريق من الممكن أن نزيد صادراتنا. صادراتنا الآن إلى أفريقيا مليار دولار. من الممكن أن نزيد صادراتنا خلال ثلاث سنوات إلى أكثر من خمسة مليار. فده كل ده في صالح الاقتصاد المصري. وكل ده في صالح الرخاء والتنمية. تمام. فأتمنى أن نحن نكون عندنا الإرادة الحقيقية. خاصة أن الطريق فعلا معد فعلا للافتتاح. ولكن أنا شايف أن هناك بعض المعاوقات قد تكون سياسية. لا تغيب عن البعض. ولكن لا بد أن نتدركها. ولا بد أن نتخطها. لأن هذا مصاحة شعب. وأتمنى أن نعطي قدر مدى الأولوية للتعامل مع السودان الشقيق. لأن هذا أمن قومي استراتيجي. لا بديل أبدا أن نحتضن السودان سواء كان شمال أو كان جنوب. ولا بديل أبدا أن نحتضن برضو كل الشعوب الأفريقية. خاصة دول حوض النين. فأتمنى أن الفترة القادمة تكون هي إنعكاس حقيقي لعودة الرياضة المصرية مرة أخرى. لتصبح مصر الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بل العالم كل. إن شاء الله اللقاء متجدد مع حضرتك الأستاذ الدكتور على رزق الخبير الاقتصادي والاستراتيجي. شكرا لك عزيز المشاهد على حسن المتابعة. وتابع معنا ونواصل مع بعض فقرات نهارك سعيد.